ليلة هذا مجرد خدش صغير لا تخافي الزاملة كتير عم متوجه موجوعة كتير ما فيني يتحمل خدي هاي لفيه منيح مشان النزيف كتير عم بتوجه بسيطة هلأ منروح على المستشفى وهنا بيلاءوا حل بيضمدولك الجرح وبيعطوك مسكن لا أعزام رجائم ما بيصيروا حلمستشفى كيف ما بيصيروا تروحي على المستشفى ليلة رح نروح على المستشفى وبس لك هدول وين اختفوا فجأة عن جد هنن طاروا من ايداني متل العصافير الظاهر جاك داش بيك هنن حطوا خطة لكل شي يعني كوخ بالغابة وخطة للهرب منهم معناته هنن عم يشتغلوا شغلهم منيح وانتو كمان المفروض تشتغلوا شغلكون منيح معلم برأيي انا وتيمور بنروح مندور بكل المشافى المرض صاوبة وشي طبيعي ياخدها عشي مشفى وانا برأيي هي افضل فكرة وطبعا انا ما رح روح معكن على المشافى اوكتاي وصلني على البيت وبعدين بتخبرني شو بصير معكن ماشي متل ما بدك عزام انت ليش جبتني لهون هلأ لافضل انه نروحها البيت بلكي كانوا عم يلاحقونا مين هنن يا ليلى وليش هالرجال عم يلاحقوكي خبريني يلا اذا ما خبرتك وقتها رح تعتقلني والله هي هالفكرة منيحة ليش ما خطرة عبالي لا يا ربي رح جيب كرسي متحرك لك الله يلعن هالحظ يلا تعالي تعالي عملك شوي شوي كتير توجعت عملك اهدي تحملي شوي كله خدش اسمعي حتى زي ما خبرتني انت مجبورة تقولي للشرطة بتعرفي انه الاصابة برصاصة جريمة جنائية عزام يلا خلينا نروح من هون ليش يا ليلى ليش لاني كتير خايفة ايه انا كتير بخافة من الابر والمشافي اسمعي ليلى انا عندي رفقات بالشرطة وهنن بيساعدوكي بهالموضوع فيك تعتمدي علي ماشي؟ عفواً بس خوفي من الابر والمشافي شو قلوا عن علاقة برفقاتك يلي بالشرطة؟ بصراحة حشتك بانك كتير بتخافي من الابر ما قنعتني ابداً عزام ان شان الله شو اللي عم تحكيه؟ انا شايف انه انتي هي عم تتهربي من الشرطة مو هيك؟ لو كان الموضوع هيك ماكنت جنبي هلأ عنجد؟ استغفر الله العظيم اه اه شوي شوي عم بتوجهني لو سمحت ما بيصير تصف سيارتك بمدخل اسعب ماشي بس تصبر لفوت المريضة لجوه طيب يعطيك العافية معي حالة اسعافية متصوبة برصاصة عطيني الهوية بدي سجل اسمها وبعدين بتخلي الدكتور يشوفها ماشي عطيني هويتك الهوية اتفضل رح تضل الهوية معنا لتخرج صفحوزات ماشي طيب على اي قسم بدنا نروح؟ روح على القسم يلي باخر الممر شكرا في عنا مريضة متصوبة برصاصة شو قالك نوزت؟ هو وبقيت الرجال قدر يساووا شي؟ لا ما ساوى شي فجأة اجت سيارات الشرطة وطلعت صفارات الانزار ما قدروا يفوتوا على البيت ولا بأي طريقة ألف الحمد الله هربوا بسرعة وما حدا منهم نمسك كتير عم بتوجعني عزام أكيد هجرح مانو خطير حاس حالي عموت لا أبدا خدش بسيط على مهلك أنا كتير عم بتوجع حتيتم مخدر ما لازم تتوجعي لا أنا عم بتوجع شو القصة؟ ليش معم يفتحوا الباب؟ ليكونوا معنون بالبيت أه؟ خير إن شاء الله سيد طيفو سيد حكمت ليلة ما رجعت على البيت وموبايلة خارج التغطية عزام رجع على البيت؟ لا والله لسا ما رجع وأنا ضليت سهرانة لصباح عم باستنى طيب اهدوا لا تتوتروا أنا راح أتصل بعزام وأعرف منه ألو؟ عزام؟ ابني؟ ليلة معك شي؟ أهلا أجوا وعم يسألوا عليها وكتير الآنين شو؟ كيف؟ ليلى؟ شو؟ أي مشفى؟ أي مشفى خير؟ وين ليلة؟ ها؟ طيب ماشي جايين شو صار لبنتي يلا أقول؟ ليلة مجروحة بس ما فيش شي خطير وين نجرحت؟ قال لي إنه ما فيش شي خطير لهيك ما سألته منعرف لما نروح على المشفى تعال طيفور طولي بالك لا تفقري بالشغلات السيئة بسرعة اهدوا لا تتوتروا يا جماعة لو كان الموضوع خطير لخبرني عزام يلا خلونا نروح حكمة تطلب تاكسي ما في داعي للتاكسي منروح كلهاتنا بالسيارة طبعنا جاهزوا حال كل جيب السيارة طيب ماشي وكيفه عزام؟ إن شاء الله ما فيه شي ما فيه شي خبرك بأي مشفى هنين؟ ايه هلأ فوتي جاهزي حالك طيب ماشي اشتركوا في القناة